في مخاوف في قلق التوتر نفسي هو الحوت يعني يكاد يكون شفاف حاجات كتير بتأثر فيه اي حاجة بتأثر فيه بتأثر على نومه اول حاجة اضطرابات في النوم نوم قطع يسحى مخدوط يسحى مخدوط كده ده قلق نفسي واضح بس يعني ايه الدنيا حتظبط التاور انهيار البرج برج قائم في حياتك عايش معاك بقاله فترة ممكن يكون تفكير ممكن يكون رأي ممكن يكون علاقة ممكن يكون اي اسلوب حياة بس ده كان خاطئ وبيأذيك يحوت خلاص حينهار ويحل محله نور بقى شمس الظلمة دي تفك بقى وتروح يحل محلها نور البرج ده لما حينهار حيحصل عندك عملية توازن حتستعيد التوازن بتاعك مرة تانية يا حوت واضح انه ما كشت زين الفترة دي فعلا التقلبات المود قوية يعني هو اصلا الحوت موده متقلب زي زي الابراج المقاية التانية متقلبين المزاج جدا بس يعني كمان التقلب حاد فيه حدية في التقلب الدنيا حتبتزي حتلاقي ان المود بقى ماشي على وثيرة ان شاء الله مستقرة احسن من الفترة اللي فاتت دي بداية الشهر ده الظروف مش مساعدك او يحوت نفسك تعمل حاجات ثواقف فيه حاجه مؤقسيك اللي مؤقسك ده انا مش عارف اقول ده خوفك لان انت عنديت مرحلة الحظر انت في مرحلة خوف خايف تاخد خطوة ايه الموضوع خايف مش شايف الطريق قدامك او الان من حاجة القلق ذا من منعكس هنا في النوم برضو خايف من شيء ومش قادر تتحرك ومتكتف ايه الحالة دي بقى انت اضرب باوضاعك وحنشوف يمكن الموضوع يلقى بحالة عطفية لما نقرأ الحالة عطفية يمكن دا يكون تأثير حالة عطفية دا اللي عمل لك القلق دا بس في خير جاي لك يا حوث انت طبعا الحوث معروف بطبته وان هو بطيب الحوث طيب ويعني عملت خير بحد اذن الله خير دا يرجع لك او حاجة انت اشتغلت عليها مدة طويلة وعملت فيها مبهود كبير بس نصدش ناتيجة ما جالكش المرضود حييجي دلوقتي بإذن الله حييجي دلوقتي الناس اللي عندها اورق او قضايا في قضايا مستنيين حكم فيها مستنيين بس فيها افتكر دي هتكون برضو سبب من اسباب الخير اللي جاي لك ولي بيأكد لي دا الناس اللي عندها ورث متعلق الحتام من المجموعة القول عندهم ورث متعلق افتكر دا ورث الفلوس اللي هي لك من شخص كبير دا دا ورث وقضايا كانت متعلقة ووقفة ان شاء الله الخير جاي فيه خير جاي زي ما قلت فيه فلوس من شخص كبير بإذن الله اللي حالة الورث والقضاء او القضايا ما بتنتبطش عليهم فيحوط انت تقريبا قسقت الظلم يعني قسقت الظلم حد او قسقت الحكم على حد ما تتصراش في احكامك يا حوط انت بتلقائي جدا تلقائي وبتعخوي قوي فبتعدي ممكن تعدي منك حاجات صحة وغصبة عنك لو انت ظلمت حد بليز رجع نفسك تاني وانت يعني اكيد هتقرب غلطك او على الاقل تحاول تصلحه في كرت العدل زي ما قلنا اما في ورق حكومي متعلق او انت سأت الحكم على حد او على شيء انت حكيم يا حوت وصلكت دركة الحكمة حكيم عارف بتقيت تفكر لوحدك وبتشتغل لوحدك ويعني اخر انتجام عقلك اللمبة منورة بصوا النور منور وفي افكار بتجيلك وانت يعني محوطها لوحدك عايز تكون لوحدك ونبكر لوحدك وتشتغل لوحدك الناس اللي لسه ما تجوزوش بس العلاقة قائمة مفيش علاقات جديدة في الحوت المجموعة دي مفيش علاقات جديدة العلاقات هم قائمة في حالة ارتباط او خطوبة او شيء فيه اثمام زواج الناس المتزوجين الله اعلم بيمروا بظروف صعبة شوية اتمنى اكون غلطانة بس من الواضح انه هما بيمروا بظروف صعبة شوي طيب بس حالة التفكير اللي انت فيها لوحدك دي طاعت كده تسرح احنا تعطينا احنا بقى ايه بان احنا عايشين في البابل بتاعتنا يعني الحوض بيبقى عامل كده لناسه بلونة وقعد بواها وبيحلم موضوع daydreaming أو الاحلام اليقظة عنده عالية جدا بيحلم يحلم بيفكر بس الحلم ده هيتحول لهدف هيبقى عندك حالة اصرار ومصابرة انك توصل للحاجة اللي انت فكرت فيها دي طبعا الحوض كبرياء وعالي جدا ده بيوصفك قد انت شخص يعني عندك كبرياء وعايزة نفس وكمان شخص يعتمد عليه الحوض في المسئولية جبار جبار ديشيل مسئولية ويمكن كمان ديشيل اكتر مما ممكن يتحمل بس احنا قلنا الموضوع ده بتده يتغير السنة دي والحوض استنصح وبقى بيشوف نفسه واللي لسه ما حصلوش التغيير ده ياريت يبتدي يمكن ده يكون التغيير اللي انت محتاجه يحوض حالة التضحية والعطاء اللي بدا مقابل وبلا تفكير وحاجة مش منطقية كده لا ياريت البرج ده يا نهار ونبتدي بقى الموضوع فيها عقلانية نبدي كل حاجة مافيش مشكلة بس لازم لما نبدي لازم يكون فيه مقابل لازم لما نبدي ما نبقاش جينة على نفسنا فهمت قصدي ما تجوش على نفسكو بالطريقة دي حبوا نفسكو شوية ما تسموه دي مش أنانية ده حب ذات لازم تحبوا ذاتكم شوية الحالة المالية ماكيش فيها تطور مش شايفة فيها تطور للمرحلة دي ماكيش طفر محلك سر إنما في أفكار شغالة هتحول لأهداف شدوا حلكوا والناس اللي هدخنين على زواج بإذن اللي حيتم مبروك مقدما حالة القلق والخوف دي يا حود يعني سكيف حاولت عديها بسرعة وتحطت بدلها هدف احلم بهدفك وإن شاء الله هتوصله حالة توازن إن شاء الله داخل عليها هيحوط وحالة موج البحر اللي انت فيه ده شوية فرحان شوية زعلان شوية متفاقل شوية متشائم خلاص الدنيا هتبقى فيها بالانس هيبقى فيه شوية توازن في الحالة المزاجية بتاعتك دي قراءة المجموعة الأولى العامة الحالة المالية فل او الله يا فايد علي او الله يا فايد علي دي مش لوحدك بس للأسف هو الشهر ده مش واضح ديها اي صغير فيبقى ايه نخلي بالنا ايا كان اللي بيجي بنقول الحمد لله وبإذن الله يبارك ربنا يبارك في الرزق وإن شاء الله يحصل تطور الشهور اللي جاي ما زالك مستمرة لا بصي يعني ده مش هيفيدنا بحاجة خالص مش هيفيدك بحاجة خالص حاولت تبدل احتسر خوف والقلق ده بأمل وبهدف حط هدف قدامك لا لسه الحالة العطفية يا مايو مش نشوف حالتهم العطفية اخبارها ايه ايه بتقولي ايه يا روان وما تهمتش انا برج ايه يا عيما انا برج الحوت وإحنا بنقراقه كانوا صح جدا بشكرك يا هدير روان لا الناس اللي مش مرتبطين اصلا السناجل لسه السناجل ما شفتش علاقات جديدة يارب اكونوا بلطانوا ويبعث لكوا طبعا كل خير بس انا ما شفتش الناس اللي مرتبطين مخطوبين او في علاقة في اتنان زواج ان شاء الله هو هو تانية وبيننا خلافات كتير ومش بناتكلم طب تعالين نشوف الحالة العطفية ومتطلقين انوضعهم الحالة المادية تزيد الزيون ايه تكون ثمين حالة المادية مش شفتش فيها طول تطور خالص حبيبتي دلوقتي هنشوف الحالة العطفية اخبار الشريك ايه المتطلقين واللي متخصنين والحاجات دي ماكو صفر يا رفعل انا اسفة يمكن اكونوا غلطانة يا رب اكونوا غلطانة بس ما شفتش صفر انا كمان نحموت احنا ضايدين في العالم ومتخدع كتير في الناس كتير اوي انا جايبة دون المرة اللي فيت اتمنى الحمل لي يا دينا هو اليوم اللي كنت عصولها فيه كنت كنت بغير الحمل ولا ايه لقد اسمك بالروسي بس اي لابي تو حبيبتي يا ياسمينا لأنت اللي امريني روحي تبزاميلي عقرب سنقول يقريب اوي يا نورهان يقريب جدان حبيبتي اشكرك يا جهان تفقلو ان شاء الله في حال التوازن دخلين عليها والقلق والتواصل بإذن الله هيروح وزي ما قلنا هنحط هدف وهنفعلو مالوشة لازمة خالص يا ملك الخوف ده حتي يعني اصطماني وربنا ان شاء الله يعني يزرع الامان والطمئنينة في قلبك ما تخفيش من حاجة ان شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة جدا وزي ما قلنا في ناس اللي كان عندهم لو في فلوس جاية فهي جاية من شخص كبير في فلوس جاية اه بس مش تطور في الحالة بما تباية في فلوس جاية ان شاء الله هنشوف الحالة العطفية للمجموعة الاولى برج الحوت اشتركوا في القناة